موسيقى أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدين الكرام بينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم نبدأه من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الشورى يشيد بنجاحات ولي العهد في أمريكا 2.15% متوسط معدل نمو سنوي للسكان بالمملكة وأمنت ونجرا تطلق حملة معالجة للتشوه البطري مشاهدين الكرام ما هي أبرز الملفات التي سوف نناقشها بإذن الله في حلقة اليوم سبعين ياب اللي صبرت 15 عام حتى حفظت القرآن الكريم وخروج مر للهلال من الآثم حياكم الله مشاهدينا من جديد أكدت مارة منطقة عسير اليوم الأثنين أن معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها وفقا لإجراءات الكشف الطبية التي تمت وقالت الإمارة في بيان لها تود إمارة منطقة عسير أن تؤكد أن التنسيق مع شرطة المنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتحقيق في قضية ما يسمى أو تسمى معنفة أبها توصل إلى معلومات أولية تشمل عدم تعرض الزوجة إلى أي عنف من قبل زوجها وفقا لإجراءات الكشف الطبية التي تمت وعدم وجود أي شكوى رسمية ضد الزوج حول تعرض المرأة للعنف أو الضربة مشاهدين حول هاشتاغ أنقذوا معنفة أبها غرد خلنا نشوف التغريدات التي كانت بشكل كبير قد خرجت تغريدات وهاشتاغيات كلها كانت مشابهة ومناصرة للمرأة خلنا نشوف خروج مو صعب تغير أبدا قانون وجد لوضع النظام بين البشرية اللي مو قادر يتخلى عن عاداته وتقاريده أرجعي القانون يعلمه ويوقفه عند حد خلنا أول شي نشوف أول تغريدة لخالد أب الخير اللي كانت هذه التغريدة وعلى أساسها بنية هذا الهاشتاغ اللي هو هاشتاغ أنقذوا معنفة أبها خالد أب الخير غرد أول شي كان في تغريدة سابقة لهذه التغريدة كان قال اللي عندها أي معلومات عن الفتاة أو المرأة اللي تم تعنيفها وكنتوا تسمعون صوتها هيتواصل معنا بعد كذا كانت تغريدة ثانية تم الوصول إلى الحالة من قبل أزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة ويتم التحقق مما تم تداوله أيضا حساب حقوق لضعوف قال وغرد قائلا أنقذوا معنفة أبها فصراخها يقطع قلوب الحجر قبل البشر حالتان في يوم واحد والمهزن في الأمر أن إجراء وزارة العمل في مثل هذه الحالات هو احتجاز الفتاة لحين التحقيق في القضية طيب إبراهيم لمنيف غرد قائلا إلى متى وقضايا التعنيف ما تنحل إلا عن طريقة عتا مثل ما تم وضع قوارين صارمة للمرور والفساد لكثرة خضاياها طيب نشوف تغريدة أخرى طيب تغريدة حق منه حق نادين خماش الإعلامية نادين أنقذوا معنفة أبها لا تنسوا يا رجال العالم أنكم ولدتم من رحم امرأة وفي لحظة قوتها على التحمل من يعنف نساء العالم فهو ليس رجل الرجول أخلاق واحترام ومبادئ ومواقف فليس كل ذكر الرجل أيضا حماد السهلي غرد قائلا الحمد لله في كل ميدان عندنا جنود مخلصين هذه بلاد المملكة العربية السعودية عموما مشاهدين أنا اللي لفت نظري يعني هذا الهاشتاغ اللي فعلا كان في عدد كبير من التغريدات والفزعة فعلا لكل الأشخاص اللي غردوا على نفس هذا الهاشتاغ يعني دلت على شيء دلت على حبنا الخير ومحاولتنا دائما لمساعدة وفزعة واستغراب من أننا نسمع صوت امرأة تبكي هذا الموضوع المهم هذه جزئية وجزئية ثانية أنا طبعا أيضا أوجه بالتحية أكيد لخالد أبا الخالي اللي فعلا هو طبعا تفاعل مع الموضوع كان في بحث سريع عن المرأة وعن مكان وجودها تم الوصول إليها وأنا مستغربة بالنهاية طبعا أنا أتمنى أن تكون حقيقة وما تكون محرمة طبعا خلا بقول لكم عبو المرأة عفوا أن حاولتنا تغطي الموضوع اللي حصل كان شيء جيد أنه تم الوصول للمرأة وتم الكشف على جسدها من خلال أكيد الطبيبات وتأكدوا أنه ما كان في أي تعنيف عموما هذه هي القضية تقفلت بعد خلا بقول لكم أربع أيام من الحديث ومن النشاط وعلى تويتر وعلى الفيسبوك وأيضا على انستغراب عموما مشاهدي الكرامنا باين صوتي شوي في كذا اليوم كحة عموما خلونا أيضا نشوف هاشتاك ثاني وهذا الهاشتاك هو من أكثر هاشتاكات انتشارا على مستوى السعودية وبعبارات وكلمات واضحة وحاسمة وحاسمة أيضا خص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الموقف السعودي الشعبي والرسمي من عدة ملفات وقضايا تشغل الرأي العام المحلي والعالمي معتمدا كعادته حفظه الله على طرح الذكي الجريء في حواره مع الصحفي الذي أجرى معه لقاء مع مجلة الأطلانتك الأمريكية علق مغردون على الحوار عبر واسم محمد بن سلمان مع الأطلانتك الذي احتل المرتبة الثانية بين أكثر الوسوم انتشارا برنامج الوطن اليوم رصد أبرز التعليقات حول الوسوم خلنا نشوف أبرز تلك التعليقات بداية حسام الصالح كل يوم يثبت سمو الأمير محمد بن سلمان أنه رجل مناسب في المكان المناسب حوار قوي وجريء وصريح أنا أشهد فهد بن مشعل بن سعود غرد قائلا حوار رسم فيه أو تم رسم فيه ملامح الحاضر والمستقبل بوضوح مطلق إعلام الضل تورط فيه صراحة الحديث وعمق الرسائل الموجهة في صحل سانك سمو الأمير فهد يعطيك العافية تغريدة جميلة أما الإعلامية هاني الجهني فقد غردت قائلة على نفس الهاشتاغ أنا أدعم النساء لأن نصف بلادي من هنا طيب مشعل النامي غرد قائلا في الحقيقة لفت انتباه رشاقة الأمير محمد في الإجابة وقدرته على توجيه فكرتين في إجابة واحدة باقتدار فكرة واضحة الغرب وأخرى أوضح لشعبه وللعرب هاني الظاهري غرد قائلا على نفس هذا الهاشتاغ قبل عام 1979 كانت هناك عادات اجتماعية أكثر مرونة ولم تكن هناك قوانين للولاية في السعودية ولكن هذا يحدث الآن ونتمنى إيجاد طريقة لحل هذا الأمر بحيث لا يضرب العائلات ولا يضرب الثقة يعطيك العافية عموما مشاهدين انتهت فقرة الهاشتاغات والتغريدات خلوناها الحين نروح لفقرة الصحف لهذا اليوم وجولة الصحف السعودية نبدأ بداية من صحيفة الرياض وخبر تحت عنوان الأمير محمد بن سلمان لمجلة ذا أتلانتك الإخوان يريدون استغلال الديمقراطية لنشر الخلافة خلونا نشوف الجريدة جريدة الحياة عفوا جريدة الحياة الأمير محمد بن سلمان لمجلة ذا أتلانتك الأخوان يريدون استغلال الديمقراطية لنشر الخلافة في سياق الخبر قال ولي العهدنا برئيس مجلس الوزراء وزير دفاع الأمير محمد بن سلمان في حوار مع مجلة ذا أتلانتك الأمريكية أجراه الصحفي الأمريكي إن جماعة الأخوان المسلمين ترغب في استخدام النظام الديمقراطي من أجل حكم الدولة ونشر الخلافة في الظل تحت زعامتهم المتطرفة في شتى أنحاء العالم لتتحول إمبراطورية حقيقية متطرفة يحكمها مرشد الجماعة مؤكدا أن الأخوان هي جزء من مثلث الشر المتمثل في النظام الإيراني وجماعة الأخوان المسلمين والجماعات الإرهابية أيضا مشاهدين من صحيفة عقاض نقرة الإحصاء 17% و 17% ارتفاع الناتج المحلي الحكومي في نهاية عام 2017 مشاهدين في سياق الخبر كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمال للقطاع الحكومي بالأسعار الجارية للربع الرابع من العام الماضي 2017 إلى أكثر من 597 مليار ريال بارتفاع بنسبة 82% مقابل تقريبا 40 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه عام 2016 من صحيفة الرياض نقرأ استطلاع 60% من النساء السعوديات لديهن الرغبة في قيادة السيارة مع بدء التطبيق في التفاصيل مشاهدين كشف استطلاع حديث جراه مركز استطلاعات الرأية التابع لمركز الملك عبد العزيز لحوار الوطني لصالح المبادرة الوطنية للسياق الآمنة الله يعطيك خيرها التي تتبناها جمعية الأطفال المعواقين بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن أن 60% من النساء لديهن رغبة في قيادة السيارة عند تفعيل قرار قيادة المرأة للسيارة في شهر يونيو من عام 2018 بينما 31% ليس لديهن رغبة في قيادة السيارة و9% فقط لم يحسمنا أمرهن في هذا الجانب والختام من صحيفة الوطن وخبر تحت عنوان 600 فرصة وظيفية للسعوديين في نشاط الأثاث في سياق الخبر تنظم الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل ملتقى توظيف منافذ البيع بنشاط الأثاث بعرض أكثر من 600 وظيفة للجنسين وذلك في صباح الأربعة المقبل وسيتم فيه عرض الوظائف الشاغرة واحتياجات المنشآت من القوة البشرية الوطنية استعدادا لتطبيق قرار توطين النشاط مطلع العام المقبل مشاهدنا انتهت فقارات الصحف لكن كيد برنامج الوطن مستمر معكم خلونا بس نروح الفاصل قسير ونواصل عقبة الوطن حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم نتوقف الآن وإياكم مع هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودية الأخباري الشايب وفيها العمل والتنمية الاجتماعية تقول تحديثات قواعد عمل نظام حماية الأجور ترصد عمليات صرف الأجور لكل العاملين والعملات بالقطاع الخاص تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمهرب مخدرات في المدينة المنورة وأمير مكة يواجه بالتحقيق العاجل في فيديو عمالة نقل الإبل المريضة بالطايف وضبط المتورطين وإحالتهم للنيابة العامة وإمارة تعسير تحذر وتهيب بالجميع بالتقيد بالتعليمات وإرشادات الدفاع المدني والسلامة وعدم الخروج من المنزل بحالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر أثناء قيادة المركبات أتمت صالحة الزبادية البالغة من العمر 76 عام حفظ كتاب الله تعالى بعد رحلة قرآنية بدأت منذ 15 عام بمحافظة الليثة وأوضح مدير عام جمعية نتدبره لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليثة المكلف علي بن حسن المسعودي أن رحلة السبعينية مع القرآن الكريم بدأت قبل 15 عام لافتا إلى أنها انتظمت إلى دار عائشة بمحرم بالمحافظة التابعة لجمعية نتدبره عام 1424 حيث لوحظ عليها من قبل المعلمات بالدار قدرتها على الحفظ مشاهدين والتعليق على هذا الموضوع يضموا إلينا عبر الهاتف ومن الليث ومن مكة المكرمة محمد الفقيه مدير العلاقات والإعلام في جمعية نتدبره أهلا ومرحبا بك سيد محمد الله يحييك في برنامج الوطن يوم يعني ما شاء الله عليكم جهودكم مشكورة وتشكرون عليها ويعني المنتسبات إليكم أعمارهم كبيرة بداية حدثنا عن جمعية نتدبره بشكل مفصل بعد ذلك سوف نتكلم عن الخدمات التي تقدمونها للمنتسبين والمنتسبات الله يزاك خير سادسين وحن رحل فيك أيضا في جمعية نتدبره تحديد القرآن ونشكر لك هذه الاستضافة التي تسلط الضوء على الرحلات القرآنية الرائعة جمعية نتدبره لمحافظة الليث هي جمعية تعنى بتعلّم وتعليم القرآن الكريم وتقع جنوب منطقة مكة المكرمة تقريبا بمئتي كيلو طبعا يلتحف بحلقات الجمعية القرآنية وفي الجورة النسائية التابعة لها تقريبا ثلاثة الاف سبعة واربعين طالب وطالبة يتعلمون القرآن الكريم ويحفظون ونحمد الله تعالى أنه كل عام يتخطش على أيدي معلمي ومعلمات الحلقات القرآنية وجورة النسائية عدد كبير من الحافظين والحافظات نعم طيب حدثنا عن آلية الانتساب للجمعية وعدد المنتسبين والمنتسبات طبعا هي آلية التسجيل تبدأ مع بداية كل قصل دراسي في الحلقات القرآنية سواء كانت في محافظة الليث أو في المراسج والقرى والهجر التابعة للمحافظات طبعا محافظة الليث ستميز عن غيرها من المحافظات بأنها تمتد من السهل إلى البحر إلى الجبل أيضا وتسمى المناطق وعورة أيضا ومناطق أيضا يسلكها الطريق ويسلكها الناس فيعني صعوبة الحلقات القرآنية والسيادة الحلقات القرآنية تجعل الجمعية إلى فتح حلقات في القرى والهجر البعيدة جدا عن الخدمات أيضا العدد الطلاب والطالبات المنتسبين في الجمعية بلق عددهم تقريبا ثلاثة ألاف سبعة واربعين أخر إحضائية أصدرتها الجمعية نعم خلينا شوي أن توقف مع هذه التجربة الجميلة للمرأة السبعينية التي ما شاء الله تبارك الله بعد سبعين سنة أتمت حفظ القرآن الكريم أحكي لنا شوي عن تجربتها وشوي التفاصيل عن ما حصل طبعا رحلة السبعينية صالحة مع القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم بدأت منذ العام 2003 تقريبا في العام 1424 في الهجرة واستمرت هذه الرحلة على مدى 15 عاما مع القرآن الكريم وانتظام في الحلقات القرآنية حيث لم يسجل عليها أي حالات تأخر أو غياف إلا في القليل الناجر ولضروب أيضا قاهرة السبعينية صالحة طيلة الـ 15 عاما أفرت على حفظ القرآن الكريم ولاحظت معلماتها لاحظت ملكة الحفظة الكبيرة لديها فكانت تحفظ كل يوم وجه واحد من القرآن الكريم ومع مرور الفترة من الزمن بدأت تحفظ وجه نصف حسب سهولة الآيات وصعوبتها عندما بدأت في الختم من سورة آل عمران عندما بدأت اجتهدت مع معلمات كثيرا خصوصا معلمة قالية الكنادري لتختم القرآن فلاحظت المعلمة قالية من السبعينية صالحة أن لديها ملكة قوية في الحفظة بدأت تكثف الحفظ لديها خصوصا عندما وصلت سورة آل عمران أصبحت تحفظ وجهين في اليوم من القرآن الكريم إلى أن وصلت إلى سورة البقرة عندما بقيت الصورة الأخيرة استاد الحماس لدى السبعينية صالحة لختم القرآن الكريم ففي سورة البقرة أصبحت تحفظ كل يوم ثلاثة أوجه من القرآن الكريم حتى أتمت بحمد الله أسبوع الماضي حفظ القرآن الكريم بعد خمسة عشر عاما من الدراسة في الدور النسائية طبعا هي كانت منتظمة في دار عائشة بام الحرم التابعة لجميع المستبروا في محافظة الليل نعم أنا أكيد سعيدة اليوم باستضافتك في برنامج الوطن اليوم من مكة المكرمة محمد الفقيه مدير العلاقات والإعلام في جمعية نتدبره أشكر بكل الشكر بعيدا عن ضوضاء المدينة تمارس رياضة الهايكينج الهايكينج أو السير الجبلي الممتعة والتي تتطلب لياقة بدنية جيدة للمشي فوق الجبال وتحدي صعود القمم وتمنح المغامرين فرصة التأمل بجمال الطبيعة في المملكة لها الكثير من الأبعاد التاريخية والتراثية والاجتماعية إضافة إلى المشاعر الجديدة الرائعة التي تنتبو الإنسان بالمكان وظروفه مما يجعلها رياضة فريدة وتبقى ذكرياتها زمنا طويلا نتابع نحن اليوم في رحلة مليئة بالإثارة والتشويق والمغامرة سنعيش مع بعض أجواء مرة جميلة يلا مع بعض نشوف إيش يعني رياضة الهايكينج يلا وسط المسارات الجبلية والطبيعة الوعرة وجد شباب سعوديون ممن يعشقون الرياضة والمغامرة والتحدي والصمود المكان المناسب لإشباع هذه الرغبة حيث الجبال الشاهقة والتضريس الطبيعية متنفسا لهم بعيدا عن ضضاء المدن وزحامها هي تلك رياضة السير الجبالي الهايكينج يعيشون حياة مليئة بالتحدي والتأمل المستوحى من الطبيعة بما يعود عليهم بالإيجاب نفسيا وصحيا صراحة جو جميل يعني صراحة فيه تنفيس فيه إخراج الشحنات السالبة فيه رياضة فيه اللياقة فيه كل شيء حاجة جميلة خصوصا أن هذه الآن سارة أكتفتي جديدة سارة عندنا ناشطة في جدة تقريبا فكان جدا جميلة منظمة مرتبة فبين قمم الجبال وجمال الطبيعة الذي تتميز به المملكة العربية السعودية هذا الذي قد يكون غافلا عنه كثيرون فنتنقل بينها هنا بشموخها وروعتها لنجد المتعة ونحن نسير وسط أحضان الطبيعة الخلابة ولمسافة قد تصل لعشر كيلو مترات رياضة الهايكنج بصراحة تعلمك كيف تثبت نفسك في صخور متحركة بالنزول والطلوع يعني شيء يعني رياضة يعني كيف تعلمك الزكزاغ حركة الزكزاغ في النزول وفي الطلوع يعني رياضة جدا مشوقة وحلوة جديد كتجربة أولى أحب استكشف الأشياء أجرب وحلوة أن أتحركها جزاء الجسم كلها أضلات الجسم بدون استثناء يعني رياضة ممتعة تتطلب لياقة بدنية للمشي وتحدي صعود القمم فيها الاستكشاف والاستمتاع وكسر لرهاب المرتفعات وتحسين المزاج الهايكنج أو السير الجبلي هي لياقة فريدة مرتبطة من المشي وتأملاته كما أنها مليئة بحب الطبيعة والتاريخ والتراث وعادة ما تمارسه في مناطق نائية وصراحة اللي يعيش تجربة الهايكنج يشعر بنفسه مرة كينج لا تفوتكم يا مصباح الأخبار الآن جدة ثلاث ركلات جزاء في شوطن واحد احتسبها الحكم الصيني لصالح العين الإماراتي في لقاء الذي جمعه بفريق الهلال مساء أمس على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ضمن الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة للمجموعة الرابعة لدور أبطال آسيا ساهمت في قلب النتيجة وإخراج الهلال إذ انتهى اللقاء بنتيجة اثنين واحد لمصلحة العين ليبقى الهلال في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط ويخرج رسميا من المسابقة رغم تبقي مباراة له أمام الاستقلال الإيراني متصدر المجموعة فيما صعد العين للمركز الثاني برصيد سبعة نقطة مشاهدين والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الرياض سلطان أرديف المحلل الإعلامي والمحلل الرياضي هلو مسهلة سلطان بداية تعليقك على المباراة اللي كانت أمس ما بين العين والهلال كيف رأيك بأداء الهلال أم أنت زعلانة ديوم ممكن عشان الهلال أم هلا وراك زعلان يا سلطان سلطان وراك زعلان لا بلاك سمافصات زينا الفئصات ما تركع إنه لم يقدم مستوى جيد يسمحنا بإنه أفضل يفوز في المباراة هذه والهلال بعد بعد خروجها من كأس آسيا الماضية أعتقد بإنه كان مستوى يعني في نزول دائم وحتى على صعيد الدوري لم يكن يقدم مستويات جيدة فبالتالي ما حدث في مباراة العين وهي كانت مباراة صعبة أفضل وتأخذ الهلال من دور المجموعات يعني كان ليس يعني في في يد الهلال حتى لو قلت في المباراة مع بعين المباراة بعدها كان بابد أن ينتظر النتائج في رقع أخرى أعتقد بإنه خروج مثل هذا سيجعل الجلاديين يعني ينتبهون جيدا لفريحهم ويحضرون بشكل جيد للموسم القادم ولمصورة آسيا القادمة لأن حقيقة الهلال لم يكن في مستوى خلال الأشهر الماضية وكان واضح أنه في خلال كبير على مستوى الباعد نعم طب برايك يعني وشو لأداء الهلال قاعد يبهت يوم بعد يوم يعني خلينا نتذكر الدقيقة طبعا التبديل الثالث والأخير لما طبعا تم استبدال محمد الشلهوب ونزل ياسر القحطاني طبعا لاحظنا حفاوة الاستقبال من جمهور العين وأيضا جمهور الهلال لكن مع كذا لاحظنا هذا البرود في الأداء وش اللي قاعد يصير مع الهلال آه قد قلتك أن الهلال واضح وأنه مستوى سيء وأن اللاعبين لا يقدموا الجهد المطلوب منه في الحقيقة صعب أن الواحد يقدر يقول وين السبب الضبط ولكن رأي الشرطي يعني بأن هناك 12 لاعب داخل أرضية الملعب لم يقدموا المستوى المأمول منهم أيضا هناك داعبين أجانب يعني مستواهم سيء جدا لا يليغ بتاريخ نادة الهلال ولا بإسم نادة الهلال ولا بفريق يفترض أن ينافس على بطولة قارية وأنا دائما أقولها أي فريق سعودي اليوم ما ينافس على بطولة قارية هو عنده مشكلة أي منجز غير منجز البطولة القارية أنا ما أعتبره منجز أنا أعتبره رقم يعني في التاريخ لا أكثر البطولة الأسوية لا زالت أصية علينا بشكل كبير جدا أنديتنا تصل إلى النهائي ولا توفق بتحقيق هذه البطولة إذن هلال اليوم يخرج من بطولة المجموعات أعتبرنا هذا الاندار يعني قوي جدا لكرة القدم السعودية التي عليها أن تستعيد قوتها وتنافس بشكل أكبر على الصعيد الخارج للأسف لأن أغلب أنديتنا تتفكر كثير في البطولات المحلية أكثر من تفكيرها في المنجزات والبطولات القارية نعم طب هل تشوف أنه ممكن أحد الأسباب أنه يعني عدم استعداد فريق الهلال لهذه المباراة لا هو أنا مثل ما قلت لك الغلال من اليوم طلع من بطولة آسيا اللي قبل هذه وهو مستوى في انحدار شديد طب ليش طب ليش يا سلطان يعني حنا مثلا نبينقول والله مثلا الفريق المعين والله مثلا مستوى ضعيف ولا أضعف طيب من السبب اللاعبين المدرب وين وين المشكلة فيه أعتقد بأن التغيير الفني تأخر كثير يعني كان المفروض دياز يرحل من طويلة ولكن استمروا يعني إلى وقت أصبح تغيير دياز خطر نعم لحل مكان دياز متظر ما أعتقد أنه يعني عند التاريخ أو عند القدرة أن يشيل فريق مثل الهلال وإحنا شفنا أيضا بعد تغيير دياز الهلال كل يوم مستوى أسوأ يعني المسؤول الوحيد الذي يظهر فيه الهلال بشكل جيد براية الودية مع نادي الشباب نعم كنا وقت يتذكر في الحلقة الماضية أو في السبوع الماضي كنا يمكن الهلال يستعيد شيئا من روحة وأداءة نعم نعم سلطان أدركني الوقت لكن أشكر كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج جل وطن اليوم إذن سلطان رديق المحلل والرياضي والإعلامي أشكرك كل الشكر مشاهدين أكيد أشكركم على المتابعة أشوفكم بكرا أشكركم بكرا